يوم بعد آخر تتقلص مناطق نفوذ الميليشيات في الأطراف الشمالية من محافظة لحج والجنوبية الشرقية من محافظة تعز وبعد أن منيت ميليشيا الحوثي بهزائم متتالية وخسائر كبيرة في جبهة الشريجة وكرش والقبيطة خسائر الميليشيات خلال الساعات الأخيرة جاءت من جبهة الشريجة بعد أن نفذ الجيش والمقاومة هجوما مباغتا على عدد من المواقع الغربي الجبهة أدى إلى استعادتها كاملة كما قتل على إثرها سبعة من عناصر الميليشيا وجرح آخر تقدم الجيش في الشريجة جاء بعد يوم من تقدم مماثل أحرزته قوة اللواء الخامس دعم وإسناد في جبهة حمالة الواقعة في منطقة كريش بعد معارك عنفة أسفرت عن مقتل نحو ثمانية عشر عنصرا من الحثيين وخمسة من أفراد الجيش والمقاومة المعارك أفضت إلى استعادة عدد من المواقع والقرى من بينها الجبل الأحمر ومدرسة حوامرة ومنطقة الدرب الواقعة في الجهة الجنوبية من مديرية ماوية شرقي تعز أما في القبيطة فقد واصلت قوة الجيش الوطني تقدمها ما دفع بالميليشيات إلى التراجع نحو نجد السادات ومنطقة ثباب فيما يأتي هذا التقدم بعد يومين من تحرير المناطق ومواقع عدة في المديرية وأبرزها الطريق البديل بين عدن وتعز عبر سائلة القبيطة الممتدة من منطقة شرار وسوق الخميس إلى منطقة السحر والصبيحة ترجمة نانسي قنقر